عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألمينيوم بمدينة ناجا حمادي في محافظة قناء وأكد مدبولي أنه تم إجراء دراسة متكاملة بهدف رفع كفاءة مجمع الألمينيوم بناجا حمادي لتطوير دورة العمل والتوسع في الانتاج كما لفت مدبولي لأن هذه الخطوة تأتي في ظل أهمية هذا الصرح باعتباره الوحيد المتخصص في هذه الصناعة الاستراتيجية على أرض مصر حيث ستسهم زيادة الانتاج في خفض فتورة الاسترات وتوفير العملة الصعبة وتخصيص جانب للتصدير